شكرا لمعلقنا الكبير كابتن إيهاب رجب ألف مليون مبروك منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد الفوز في افتتاحية بطولة استدادة الدولية لكرة اليد شفنا الحقيقة الشوت الثاني مختلف تماما عن الشوت الأول في هذه المباراة والحمد لله إن منتخبنا الوطني للشباب قدر إنه هو يحسم النتيجة لصالحه والحقيقة كده يعني دايما زي ما كنا بنقول ختموها مسك ولكن الحقيقة النهاردة يعني بدايتها هي المسك بالنسبة لمنتخبنا الوطني طبعا في النسخة الأولى من هذه البطولة الهمة جدا اللي طبعا بتنظمها شركة استدادة الوطنية الحقيقة طبعا يعني كابتن فوزي خلينا أبدأ مع حضرتك شوت تاني مختلف تماما أداء مختلف تماما سواء من منتخب مصر أو منتخب رومانيا شوفنا الحقيقة يعني حتى كانت فيه صعوبة في الدقايق الأخيرة كنا قلقانين وإحنا عاديين من نتفرج فكرة إنه إحنا كمان كنا متأخرين ولكن حيقدرنا إنه إحنا نحسم المباراة لصالحنا هي حقيقة دي ده طبع كرة اليد يعني يعني ما تقدريش تقولي إنه فيه فرقة كسبت أو بمجرد إنها طلعت 3-4 جوان أو خسرنا 3-4 جوان يبقى خسرة الجيم فدي طبيعة لعبة كرة اليد أولا في البداية أهني كابتن طريق محروس والتيم بتاعه والكتيبة بتاعته لكن لازم نقول إنه فيه بعض الملاحظات مهمة جدا كابتن طريق محروس ما أكتر لعبه إلى الدفاع والهجوم المنظم خلال الشوت التاني وخلال الشوت التاني قدر يتفوق صحيح في نهاية المباراة لأنه يمكن كان الدفاع كان فيه بعض الأخطاء يمكن لغاية الديئة 12 أو الديئة 13 كانت هناك أخطاء خطيرة في منطقة النص بعد الديئة 12 بدأت تثبت شوية فده اللي خلق الفارق لكن كان في المقابل وقتها أنت بتروحي بتضيعي هجمات هو ده اللي ما كانش عامل التوازن يعني كانت دقة إنهاء الكرة من الحقيقة ما كانش نسبتنا ما كانتش الحقيقة كويسة في البداية لغاية يمكن الديئة 20 من الديئة 20 للديئة 30 وده بيديك مدلول أن المستوى اللي يقل البدنية كويس بتاع الفرقة تركيز بتاعهم جيد جايز تكون فرقة رومانيا كانت بالنسبة لهم مفاجأة اللعيبة كانت إيديها ماشية على الجون الحارس المرمى بتاعهم كانت جيد بشكل مقبول تغيير الحارس بتاعنا ده فرق برضو كمان مع التيم في الشوت واللي بيدل على الكلام ده الأرقام في النهاية احنا الشوت الأولين احنا كنا نعملين حوالي 33 هجمة الشوت ده بقى كام؟ بالضبط 28 هجمة عملنا كم خطأ في الشوت الثاني؟ عملنا أربع أخطاء فإذا قدرنا نوصل للمرمى بتصويب 24 مرة صوبنا على المرمى جبنا كان بقى اللي احنا جبناه هو ده الرقم اللي الحقيقة أنا بقول لازم مراجعة شوية من كابتن طاري 13 جول يعني نسبة 54% النسبة دي التصويب اللي تسجيل أهداف قليلة شوية لازم تعلى أكتر من كده وهو ده يمكن اللي خلى فرقة رومانيا تعلى لأن كانت دقتها في التصويب أعلى شوية وهو ده اللي خلى همي الرابط طيب هنيجي الرقم تاني أتأذنك قبل ما نكمل طبعا يا كابتن فوزي نروح دلوقتي لستاد القاهرة وتحديدا صالة 2 وزملتنا العزيز سلاح حامد ولقاء هم جدا مع كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للشباب وأكيد يعني عايزينك يا سلاح أكيد توصلي لكابتن طارق تهنينة وبنشكره طبعا على هذه المباراة وأيضا على الأداء وأكيد سمعينك طبعا وسبعين هذا اللقاء أشكريك جدا طبعا زملتي مريم بتأكيد برحب بيكي وبرحب طبعا بديوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا بارك لك يا مريم وبرك لكل طبعا الجمهير المصرية ألف مبروك فوز طبعا منتخبنا الوطني النهاردة في أول مبارياته في بطولة استاذات الدولية لكرة ألياته زي ما أنت قلت معي حاليا يعني لقاء هام مع الموديل الفني منتخبنا الوطني للشباب الكابتن طارق محروس طبعا كابتن طارق في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي ويمكن طبعا في الاستوديو برد بيوصلوا لحضرتك يعني ببركولك مليون مبروك وبيشكروك طبعا على الأداء النهاردة أداء متميز من جميع لعبي منتخبنا الوطني للشباب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكر مريمو بشكر الدكتور فوزي فضالي أستاذي ومعلمي وبحيي الكابتن عبدالله في البداية بقول الحمد لله على النتيجة طبعا كنت جاي النهاردة إيدي على قلبي احنا بقلنا ثلاث يام بنلعب لعبنا الكونجو وبعد كده لعبنا مبرح المجر والنهاردة بنلعب رومانيا والأحمال دي الأولاد مش متعودين عليها نحن مضطرين ان احنا نعمل الأحمال دي لان احنا مفروض ان احنا بنستعد لدورة الألعاب الأفريقية في غانا فالجدول اللي محطوط ومفروض هنالعب ثلاث ماتشاط واربعا فانا بيعود الأولاد على الحملة ده هي في المشكلة اللي بتقابلنا تاني طبعا الكلام ده مش مبرر لكن لازم نقول للناس اللي بيحصل عندنا طبعا فترة امتحنات عندي أربع لعيبة النهاردة جايين من الامتحان على الملعب يعني الصبح صحيوا ما حضرواش محاضرات ولا حضروا تمرينة الصبح وراحوا من الامتحان جمعة الملعب نفس الكلام حصل مبارح نفس الكلام أول مبارح طبعا مشكلة الامتحانات مأسرة برضا يمكن حصل النهاردة أكتر من 12 تيرنوفر نتيجة الكرة بتوعفة والعكس الكلام ده كل ده أنا شايف أنه هو إرهاق عندنا مشاكل كتير في العمل الجماعي في الغط الهجومي عندنا برضا شوية مشاكل في العمل الدفاعي لكن الحمد لله يعني النتيجة بتغطي على كل الأخطاء هنعالج الكلام ده عندنا إسه مرحلة تانية احنا فضلنا بإذن الله على كسر عالم سنة ونص عندنا طبعا برضا غيابات لعبة مؤسرة جدا في الفريق زي عبد الغاني وزي طغيان اللعبة دي مهمة جدا ومؤسرة فوجودها ورجوعها يفرق مع الفرقة عندنا حرس المرمى مميز اسمه أحمد الأولمبي ده برضا ما كانش موجود معنا كل المجموعة دي أما تكتمل أعتقد الشكل يختلف اختلاف كامل وبإذن الله يعني احنا نوعد الناس نحنا نفذل أقصى موجود عندنا عشان نوصل للنتيجة اللي هم بيحبوها والمكسب باستمرار ونرفع اسم مصر عليهم في كل محافظة كتن طارق طبعا احنا شفنا أكيد بطولة استدادات دولية يمكن بطولة طبعا يعني مستوها فنيا قوي جدا مشاركة مع العديد من المنتخبات زي طبعا المجر ورومانيا يمكن ده بيعلي من مستوى لعبة منتخبنا الوطني وزي ما انت قلت ممكن تواخدين ده في إطار استدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية على فكرة فريتر مجر من فريتر كويس جدا ومصنفة كاتجري ايف في أوروبا الفرقة دي موجود فيها خمس لعبة لعبوا مع فريتر مجر في نهائي الكاس العالم 2002 لعبوا مع منتخب المجر ومبارح كانوا موجودين ولعبوا ضدنا الخمس لعبة دولة مباسة المدرب هم ملعبوش ليه مع طولة 2004 رد برد بسيط جدا قال لك اللي عندنا في المنتخبات بيطلع السن الأعلى ما بينزلش ياخدوا حد مكانه ويفضل هو يتضرر ففريتر مجر فريتر مجر فريتر قوية البطولة طبعا بنشكر استدادات على انها استضافتها بنشكر على التنظيم وكل حاجة كويسة بصراحة بطولة قوية فريتر منتخب رومانيا زي ما حضرتكم شفتوا أجسام قوية تصويب من الخط الخلفي غير طبيعي حارس مرمى اللعبة مش متعودة عندنا اتنين متر وحادة رأسه كلهم قفلة العرضة كل الكلام دي حاجات بنستفدها وكل ده الأولاد بيستفدوه ليه اللي جاي بإذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجة كويسة تسعد الناس بها بإذننا بإذننا كابتن طارق وبشكر حضرتك جدا وبالتوفيق إن شاء الله في المبارات يوم السبت مع المجر بإذن الله شكرا بنشكركم وبحيي الستوديو وكل سنة الطيبين شكرا كذا طبعا زملتي ماريم كان لقاءنا مع مدرب الكبير طبعا كابتن طارق محروس والآن العودة مرخ للستوديو طبعا الكلمة ماريم تفضل بشكرك جدا طبعا سالة حامد على هذا اللقاء الهام كابتن محمد خليني أجي لحضرتك كلام مهم جدا من كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب عقب هذه المباراة يمكن في عدد من النقاط كنا بنتكلم عنها برضو هو ذكرها كابتن طارق عنده ظروف مختلفة يمكن أثرت على الأداء النهاردة سواء امتحانات سواء فكرة كمان الاختلافات البدنية ما بين المنتخب الوطني وما بين لعبي منتخب رومانيا شايف النقاط اللي ذكرها كابتن طارق إزاي النهاردة طبعا باتفق مع كابتن طارق أي مدرب هيبقى في الظروف اللي قال عليها كابتن طارق لازم هيحصل ضرب في فرقته طبعا تفرق كتير أما يكون في معايشة معايشة مستقلة للأفراد بتاعت المنتخب كلها ويبقى مفروض الأفراد دول التحت عين المدرب باستمرار حتة الامتحانات دي طبعا لازم تعمل ضرب على أساس أن فيه لعيبة بتفد التركيز بتاعها بسبب المجهود البدني اللي بيبزلوه سواء ممكن اللعب يكون صحي بدري ممكن مش عارفين الظروف اللي هو بيتعامل معها بره الملعب إيه تخليه يجي يقدم على المباراة وهو فأتم تركيزه خصوصا لو المعايشة زي ما بقول الحركة في المعسكر النقطة الثانية إن أنا ألعب ثلاث مباريات بالحمل دوت في ثلاث يام وربع دي كافية جدا إن هي تقلل من التركيز البدني بتاع اللي هي في الملعب وتأثر على مجهوده خصوصا إن طبعا أنا لو أنا قافل كمدرب على عدد معين من اللاعبين في المعسكر ومش موجودين تحت عيني باستمرار وخارج المعسكر بعض الأفراد بسبب الظروف اللي عليها كابتن طارق طبعا أنا هبقى متضرر من الظروف ديت كون إن يحصل ثلاث يام حمل المباراة دي أنا كمدير فني أنا ممكن أبقى راضي عن المجهود بتاع اللعيبة في المباراة زي بتاعت النهاردة إن برغم الظروف اللي قال عليها كابتن طارق واللي اللي أنا شوفتها في الملعب بين الشوط الأولاني والتاني خصوصا إن الأخطاء الفنية كانت ظهر قوي ده أقوى دليل على اللي أنا بقول الحركة العالية بالنسبة للتركيز الشوط الأول كان مليان أخطاء الأخطاء قلت في الشوط التاني فبالتالي إحنا علينا باللسكور بتاعنا على فرقة رومانيا زائد إن إحنا قدرنا إن إحنا نوصل للجول بكذا هجمة منظمة عكس الشوط الأولاني فده يمكن حاجة كويسة إن نتعلم الأخطاء بتاعتنا وللمباراة القادمة كمانا أكيد طبعا طبعا زي ما كان كابتن طارق محروس معانا مهم جدا إن إحنا أكيد يكون معانا لقاء هام وخاص جدا مع باتريا أدريان المدير الفني لمنتخب رومانيا وعودة مرة أخرى للزميلة سالح هامند من جيد طبعا برحب بك زميلتي ماريوم وبكل ديوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما قلت يا ماريوم حاليا طبعا معانا لقاء هام مع المدير الفني لمنتخب الشباب طبعا منتخب رومانيا جيد sure Petria andrian zay maulti mr patria of course the head coach for the youth national team for romania of course let me welcome you on our ALTV channel and also let me welcome you here in Egypt of course spending a couple of days here in Egypt in order to participate in Istadat international handball cup so welcome to Egypt and also welcome on ALTV channel thank you thank you very much first of all I want to thank you to Federation of Egypt لأنهم نموت هنا. لنا هي نجوان وحظة على أن يتعلم في هذا المنظر. أيضا لجميع الملائج من الناس لأنهم طبال من هذا المنظر فحوظون الأشياء من المنظر يجب أن يجب أن يكون قادمة مع الماديا أو بسبب المشاركة في البطولة لإحتكاك ببعض المنتخبات القوية في البطولة يمكن أن يكون هذا ما يحتاجه جميع اللاعبين وتكلم على أداء منتخبنا الوطني وقال أنه الأقرب في هذه البطولة للفوز بالدورة أو بالبطولة سيد باتريا أيضاً دعني أسألكم عن التعامل من الجميع نرى جميع التعامل من الجميع من الجميع في رومانيا ولكن نرى أن نرى من الجميع ولكن نرى أيضاً جميع التعامل من الجميع من الجميع في رومانيا نعم بالطبع. أولاً أريد أن أعجب المشاركين لأنني أعتقد أنهم لا يسعرون إلى المنزل حتى الآن في المنزل لدينا أعجب أعجب ولكنهم يتبعون لهم ونرى أن نعطيهم على هذا وعلى أعجب أعجب المشاركين لأنهم أعجبوا 60 مناتين ورحبوا أن أقلوا هذا المنزل و أعتقد أن في المنطقة 5 أو 6 دقائق من المباراة سيساعدوا بعض الوطنين و لذلك سيساعدوا المباراة سيساعدوا بعض الوطنين ثم اكبر أولئك على الشيء نعم، هذا هو عباً هنا سيساعدوا نفس المباراة إجيبية، هنغارية ونا المباراة في مبة المباراة المباراة في المباراة وجودة القوامات التي عشانها بالإصالتناقية الجهون والكل شيء جيد لذلك نخطرنا أن يأتينا إلى أن يجب أن تستمر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً لك جداً زملتنا العزيزة سالة حامد على هذا اللقاء الهام جداً وخليني يمكن أتكلم شوي عن تصريحات كوتش باتري أندريان الحقيقة أنه تكلم أو سالة كانت بتسأله تحديداً عن فكرة التنظيم هذه البطولة وأيضاً استضافتهم في مصر الحقيقة أنه كلام مهم جداً من الكوتش عن أهمية الاستضافة وعن جودة الاستضافة وعن كمان يعني التنظيم الهائل اللي هو شافه وتكلم عنه ده الحقيقة إذا كان بيعكس شيء فبيعكس قد إيه مصر بقت محترفة في تنظيم مثل هذه البطولات أو الدورات سواء كانت رسمية أو الدية وده يمكن بيعكس صورة مصر أكيد في عدد كبير جداً من الدول وده الحقيقة أنه احنا بنقوله مراراً وتكراراً أن مصر قادرة أن هي تنظم مثل هذه البطولات وبالتالي تنعكس صورتها في تميزها في استضافة هذه البطولات وكمان يمكن سواء جودة الأداء جودة الاستضافة جودة التنظيم وكل ما يخص هذه المباريات وكمان بيخص كل ما البطولات والمؤسسات كمان زي ما تكلمنا في أول الستوديو خلينا برضو نروح دلوقتي لصالة اتنين وسالة حمد بتنضم معانا مرة أخرى ومعاها أفضل لاعب في المباراة ياسين محمد عبد المنعم طبعاً الكلمة إليك يا سالة بشكر جداً زميلتي مريم وبالتأكيد برحب بيك تاني وبرحب كل ديوفك الكرام وكل مشاهدهم تبعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما انتي قلت يعني حيات معي يعني أحسن نلاعب في المباراة النهاردة مباراة مصر ورومانيا طبعاً ياسين محمد ياسين طبعاً في وداية برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وطبعاً عايزة بارك لك النهاردة على الفوز وبرك لك كمان على جائزة أحسن لعب في المباراة النهاردة أنا بسلام طبعاً أنا بشكرك على الكلام الجميل ده والحمد لله نهاردة كلنا عملنا ماتش كويس مش أنا الواحدي الفرقة كلها وقتلنا كلنا لحد الآخر عشان نكسب ورجعنا بالسكور في آخر خمس دايق طبعاً كان عندنا غلطات من أول الماتش اللي خليت السكور أصلاً يفرق ليهم بس إحنا ما استسلمناش خالص لحد آخر ثانية وإحنا بنلعب وبنقاتل عشان خاطر إن إحنا بس نرجع السكور الحمد لله قدرنا نعمل كده ونشتغل أكتر ونشوف غلطاتنا ونصلح عشان ماتش المجر اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله طبعاً يا ياسين شفنا المباراة زم أنت قلت كان فيه كامباك كبير جداً لمنتخبنا الوطني يمكن قولي طبعاً بقى في التايم اوت وفي الأوقات دي كابتن طارق محروس دايماً كان بيكلم معكم في إيه خلال المباراة يعني التعليمات طبعاً أبرز التعليمات اللي ادها لكم عشان تقدروا ترجعوا تاني للمباراة وتفوزوا في المباراة النهاردة طبعاً كانت أهم حاجة عند كابتن طارق في التايم اوت أو قبل المطش أو حتى لما نراوحنا متأكد إن إحنا بس نكون مصدقين إن إحنا نقدر نرجع بالسكور أو نقدر إن إحنا نكسب أي فرقة نلعبها عشان إحنا مش فرقة أو ليلة وطبعاً كان بيقولين على تعليماتها حسب الفرقة اللي قدامنا كابتعمل إيه حاجات صغيرة في الدفاع كابتفرق خلينا ناخد كور نجري على المفاصل بريك حاجات برضو صغيرة في الجنب تخلينا إن إحنا نلاقي الحتة نروح بيها عجون وطبعاً استغلينا طبعاً كل الكلام اللي هو ألو في التايم اوت وقدرنا إن إحنا نعمل كل ده طبعاً يا ياسين شفنا البطولة دي منتشارك فيها منتخبنا الوطني منتخب المجر وأيضاً منتخب رومانيا طبعاً منتخب المجر والرومانيا يعني منشوف طبعاً في المباريات فنياً أداء عالي منهم منشوفه في المباريات كده بيساعد يعني كل لعبت المنتخب بوردو بيساعدك بيساعد زميلك على إن انتوا يعني دايماً تكونوا متعودين على المواجهات الجبيرة مع المنتخبات الكبيرة طبعاً البطولة دي مش بطولة صغيرة خالص وإحنا عارفين كده من أول معرفنا أصلاً فيه فرق جاي مصر عارفين إنها مش بطولة سهلة خالص فرق من أوروبا لفل A جاية هتلعبنا على أرضنا وسط الجمهور بتاعنا فكان لازم إن إحنا نستعد البطولة على قد ما نقدر ونعرف إن إحنا فعلاً مش داخلين على حاجة سهلة كنا مدين المطش حجمه وكنا في التمرين دايماً بنشتغل على المطشين دول بحس إن إحنا نخش ونخدهم إن شاء الله ونكسبهم عشان ديها طبعاً هتفرق معنى جداً زي ما قلتي الفرق جاية وعارفة إنهم ما يستفيدوا إحنا برضو نستفد ونستفد إن إحنا يكون فيه إحتكاكات كتير قوي مع فرق أوروبا وده طبعاً هيساعد لما نطلق بطولة العالم اللي جاية أو أي بطولة تانية برى مصر هيساعد إن إحنا قريدي فيه ناس جاية على أرضنا وملعبينهم ومحتاجين بيهم فالموضوع هيكون أسهل طبعاً مع الوقت ومع التدريب وكل ده طبعاً إن شاء الله يوم السابت المطش مطشنا مع المجر وآخر مطش في البطولة إن شاء الله زي سين هستتعدوا مع كابتن طارق محروس للمباراة دي طبعاً إحنا لعبنا المجر مطش ودي مبارح وقعدنا بعد المطش كلنا مع بعض وتفرجنا على غلطاتنا وعرفنا إحنا ناقصنا إيه وعرفنا كان إيه المفروض نعمله عشان مطش كان نحن نقدر إن إحنا نكسبه أكتر ونقدر إن إحنا فيه غلطات ما نعملهاش فطبعاً كل واحد عارف مبارح غلطاته بعد المطش على طول عشان مش هنستنى ولسه برضو معنا بكرة كمان هنحضر كويس جداً للمطش المجر تمام مجر فرقة كويسة جداً مبارح مطش كان مطش حلو وفرقة تدفعها كويس جداً وهجومها برضو نفس الكلام فإحنا بنحضر المطش إن شاء الله من أول ما نروح وناخد الراحة بتاعتنا هنبتدي نحضر المطش تاني عشان برضو مطش المجر اللي جاي مطش ما مني هنكسبه عشان على أرضنا برضو بسي جداً ياسين طبعاً وببارك لك تاني النهاردة على الاتنين على فوز المنتخب النهاردة وكبال على جهزة أحسن نلاعب في المباراة وببارك لك تاني ياسين وبالتوفيق إن شاء الله المباراة القادمة إن شاء الله شكراً كذا طبعاً يا ماريم كان لقاءنا مع ياسين محمد أحسن نلاعب في المباراة وطبعاً من نجوم المنتخب النهاردة في المباراة والآن لعودة ماريخ للستوديو طبعاً يكلمة لك يا ماريم تفضلي شكرا لك جدا زملتنا سالة حامد على هذه التغطية وعلى هذه اللقاءات كابتن فوزي خلينا نتكلم نرجع الأول للمدير الفني لمنتخب رومانيا كان عنده الحياة تصريحات هامة تكلم أنهما فقدوا السيطرة على الفريق في آخر ست دقائم المباراة وده اللي خلاهم يعني يخسروا المباراة أمام منتخبنا الوطن طيب هو أنا اسمحي حددها أكتر أنا حسبتها آخر عشر هجمات آخر عشر هجمات بالضبط هما سجلوا فيها تلات أهداف ومنتخب مصر سجل سبع أهداف فطبعا خدي بالك أن عندك الجون بتاعك يوسف وليد يوسف شال تلات كرات في العشر هجمات دي تفرق كتير جدا 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 بتهبط معنوية المهاجم وفي نفس الوقت بتدي بوش للعيب بتاعي أنا بشيل ورقة هو يلا بقى أنتوا كملوا الجزء الباقي فلما نجي نحسبها أنك أنت في آخر عشر هجمات بس اللي هي حصل فيها كل الدربكة أنت حطيتي سبعة تجوان هو حط تلاتة ده أكيد عمل خلال لو جينا بقى في حاجة أدق شوي آخر ستة هجمات ستة هجمات مسجلوش هدف وانت في آخر ستة هجمات مسجلة خمس أهداف فإذا معنا كده تفرق كتير قوي 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 أولا بحي طبعا كابتن طارق بحي اللاعبين على الكمباك الجميل اللي هم عملوه وطبعا كنت حذكر أن السيناريو ده كان متوقع تكرر في طولة العالم هو نفس السيناريو بالزبط لا بس ده بالزاد نتيجة بص يعني نتيجة هو طريق الحياة قالها كابتن طارق آسف قال الكلام ده قال أن فيه لود واقع على اللاعب إذا لو أنا بعمل الكلام ده أنا عارف أن أنا معرض لده اللي قاعد بيتفرق بره وبيش شايف الكلام ده لو شايف أن الفرقة لا ده شكلها لا بس لما تيجي تحسيبي الحسابات اللي هو حسيبها لما يجي لعيب عنده امتحانات إذا تركيزه راح للامتحان إذا فقد ومهم جدا لما تخش على بطولات مهمة مهم جدا لعيب يبقى نفضي دماغه من كل حاجة ما فيهاش غير الشغل اللي هو هيعمله واجباته الهجومية إيه واجباته الدفاعية إيه كونه أنه يوصل بالفرقة في حالة مجموعة في الامتحانات مجموعة وفي عناصر غيبة هو أنه يوصل كده وبيعمل ثلاث مباريات وبيعمل بيئة ناتيك كويسة أنا شايف برافو عليه خطوة كويسة لكن مش معنى كده أنه برضو وأنا عارف أن كابتن طريق حيراجع الأخطاء كويس حيشوف الماتش مرة واثنين وثلاثة وعشرة وحيقعد مع المحلل الأداء عشان يعرف إيه النقاط الضعف اللي موجودة عشان يبدأ يشتغل عليه ستيلس عنده وقت كويس قوي وأنا عايز أقوله حاجة هو الحياة بيطمعنا فأرجو أنه هو يعني إيه يحدد رأيه يحدد هو عايزه بقى بالزبط لأنه يعني كده بنطمع في نتيجة عالية في كاس العالم الجاي سيكون نحن نمشي بالخطوات دي يا كابتن طارق أنت وكابتن ألفي أصبح عليكم عبء كبير جدا أنه كنتوا أنتوا بتحطونا في حتة صعب أنك ترجعونا منه أنا وعد بصراحة يا دكتور فوزي الحقيقة بصي حقول حضرتك حاجة الحقيقة اتحاد كرة اليد مش عشان أنا منتمي ليه وبشرف إن أنا منتمي ليه اتحاد اليد من أفضل اتحادات في الألعاب الجماعية في مصر طبعا حقيقة فيه نظام فيه سيستم سين موجود عين موجود لم موجود السيستم موجود وبيتطور وبيتنقح عندك خبرات الحقيقة عظيمة جدا لما يبقى فيه كابتن محمد الألفي على رئاسة جهازة الأجهزة المنتخبات كابتن طارق محروض باع طويل حتى القطاعات اللي تحت المدربين الحقيقة كل واحد فيهم زوج خبرة إذا كان كابتن واقل عبد العاطي أو غيره يعني الحقيقة بأمانة ومش كده وبس وبيطلع كمان مدربين تحت ايديهم تكمل المسيرة والمشورة طبعا وده يمكن عامل أساسي يقدى لتطور اللعبة كمان بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة ننقصنا الشيء بقى يعني وده احنا بنوجهه أنا بشكل أستاذات وياريت إن نلاقي شركة تانية بتعمل حاجة مع اتحاد اليد وشركة ثالثة وشركة رابعة لأن اللود عالي جدا مزانية الاتحاد لوحدها ومزانية الدولة لوحدها مش هتكفي إعداد المنتخبات عشان تبقي في التمن فرق الكبار ديت ده بتبقى مكلفة جدا 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 وخدي بالك إن ما فيش حد دلوقتي بيطلع يعمل معسكرات بره زي أيام زمان بالشهر وبالخمستاشر يوم لأ أنت بتطلعي بتلعبي تلات أربعة فرق في تلات أربعة أيام وبترجعي تكلفة عالية جدا لازم تخدي معاك اتنين وعشرين لعيب ولازم تدي تشانس اللعيب عشان يحصل لحتكاك يوم اللعيب لما يوصل للبطولة بقى الرئيسية اللي هو التارجيت الرئيسي بتاعه يبقى جاهز للكلام ده حاجة تانية الحياة للاتحاد بتاعنا يعني حاجة محترمة جدا يعني وبرضه أعتبريني متحيز للاتحاد بتاعي آخر الأخبار اللي أنا سمحها أنه هيشارك بالفرق ديت في بطولة الألعاب الأفريقية لو عملوا كده يبقى الحياة أنا بقولهم أشكركم هذا ما كان يحدث سابقا وده اللي لازم يحدث أنا عندي دول هما بالنسبة لي هما البيتين بتاعي اللي هيغزي للفريق الأول ده هيحصل فعلا وهايتم تدعم الفريق بخمسة لعيب عايز يطلع من دول خمسة ستة لعيبة محترفين في أوروبا عشان يبقى زي السبع تمن لعبين اللي موجودين محترفين عندك يبقى كده ستظلي في نفس الليفل الموضوع مش مجرد إعداد ومدرب وفرق دي منظومة متكاملة أتمنى أن هم يستمروا عليها عشان الأمور توصلنا إلى النقطة اللي احنا نتمنىها أكيد طبعا يا دكتور خاصة الجيل ده تحديدا عنده الحقيقة تحديات صعبة خلال الفترة اللي جاية سواء في شهر أربعة طبعا بطولة أفريقية ودي اللي هتؤهل بطولة العالم فأكيد نتمنىهم كل التوفيق والكابتن طارق كمان في مهمته الصعبة كابتن عبدالله خليني أجيلك بقى يمكن النهاردة ممكن نعتبرها أن هي بمثابة بروفا قوية جدا أمام رومانيا لمنتخب المجر يمكن برضو زي ما كان فيه جس نبض النهاردة أكيد هيكون فيه جس نبض في مباراة بعد غد أمام منتخب المجر شايف أن كابتن طارق ايه أهم الجوانب اللي لازم يتفداها في مباراة منتخب المجر أو أمام منتخب المجر علشان يمكن ما يكررش بعض الأخطاء اللي قررت النهاردة فيه المباراة أمام منتخب رومانيا هو بالنسبة للكورة اليدة عما تم في مصر احنا دلوقتي العالم كله ببصمنا نظرة تانية خالص جريل الأول خصوصا أن احنا ترتبنا عالي بين السبع فرق في المقدمة على مستوى العالم فكون أن يحصل حاجة زي كده لازم يبقى فيه ثابت في المستويات بتاعة المنتخبات عاماتا أو اللاعبين بتوق مصر فكون أن يحصل حاجة زي كده لازم نتعلم من الأقطاع بتاعتنا ونعتدرك اللي ممكن كان حاصل النهاردة أن احنا نبدأ بدايات قوية ونبقاش يبقى فيه هدوء أو نتلاشى الأخطاء اللي هي بتاعة بداية المباراة فرقة المجر وفرقة مصر طبعا هما لعبوا مباراة والدية فاس فيها منتخب مصر فرق هدفين دسة من حوالي يومين فأكيد الفرقتين عارفوا بعضه كويس وشافوا نوعات القوة والضعف في الفرقتين فطبعا بتفرق مدرب لمدرب على أساس أن كل مدرب ممكن يداري بعض أوراق يقدر يستفاد بيها في المباراة الرسمية زي دورة زي دية كده فأكيد كابتن طاري شاف الأداء بتاع فرقة رومانيا ووقف على نقاط فيها يقدر إن شاء الله من خلال مباراة نهاية النهاردة يشوف اللي كان نقصه إيه مع كابتن محمد سليمان محل الأداء يقدر يقعد ويشوف الأخطاء الفنية اللي وقعوا فيها النهاردة إيه يقدر تدركها في المباراة القادمة وأفتكر إن فرقة المجر هتبقى أفضل من فرقة رومانيا على مستوى الترتيب العام حتى في المنتخبات على مستوى العالم فإن شاء الله يبقى النهاردة بروفة قوية نقدر نتعلم من الأخطاء بتاعتنا ونقدر نتلاشى الأخطاء ديات المباراة القادمة إن شاء الله يا كابتن دكتور فوزي برضو عايز أعرف رأيك في مباراة بعد غد أكيد هتكون المباراة قوية جدا لمنتخبنا النهاردة يمكن كابتن طارق كان بيتكلم أنه هو هيركز جدا على اللي حصل النهاردة في المباراة علشان مباراة منتخب المجر هم طبعا لعبوا مع بعضه المباراة صوارت طبعا وأكيد هو بيعودوا بعد المباراة مع اللعابين ده هو ده طبيعي ينتقلص المباراة العيد بيطلع بيعمل الريكافري بتاعه وبعدين بيبقى فيه جلسة عشان يشوف المباراة مرة تانية بعديها مباشرة عشان يقدر يبين لكل واحد إيه اللي احنا قلناه وما تعملش وإيه اللي احنا قلناه وتعمل بس بش بالصورة اللي أنا عايزها اللي اتنين دلوقتي أريهم بعض كويس قوي فأنا متوقع المباراة اللي جايها هتبقى قوية جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب مجر اللي اتنين خلاص أروا بعض وخاصة إن النتيجة المباراة كانت برضو فرق هدفين فيعني إذا معنا كده النتيجة قريبة أنا معليش طبعا بس هضيف حاجة على كلام كابتن عبدالله هي نسبة تسجيل تصويب للتسجيل 54% أنا استيل بقول إنها نسبة ليلة جدا بس الحقيقة طبعا هي احنا عرفنا ليه أولا تلات مباريات متتلية وراء بعض فترة قصيرة فإذا في حالة شوية من الإجهاد طبيعي جدا يبقى إن النتيجة تكون كده يبقى أنا مش حلومه على ديت لأن لما هيبقى عنده يوم راحة هيقدر يزبط فيه أكتر فرقة هيقدر يخش على الجيم اللي جاي التركيز هيبقى أعلى بلس الناس اللي عندها امتحانات الناس اللي مش موجودة احنا قلنا اتفقنا إن لو لا عيب حتى قاعد في المعسكر وبيروح يمتحن وبيرجع للمعسكر المعسكرات كلها بتبقى كده اللي عيب يبقى داخل المعسكر يخلص تمرين ويطلع يزاكر عنده امتحان الصبح فما بيحضرش تمرين الصبح بيروح الامتحان إذا جزء من تفكيره بيتشتت المجهود العقلي كمان بيؤثر أنا قادر أعرف ليه كده عشان كده نقول شوفوا لكابتن طارق إن احنا نوصل الشوت التاني 85% من الأتاك بتاعنا بنوصل فيه للجول وده الشوت التاني يعني المفروض إنك إنتي في الكيرفل النهائي في الجيم لما يوصل كده يبقى برافو يبقى إذا معنا كده لو هم في الحالة الطبيعية بتاعتهم ما فيش عليهم اللوت ده أكيد مستوى الأداء ده حاجة وأكيد كابتن طارق عارف الكلام اللي أنا بقوله ده وقت يعني فمش عايزة كون مكحف عليه لكن محدش بيبقى عارف إيه الظروف اللي جوه الفرق أزي ما قلتنا لما نتفرق برا كمتفرجين الفيجين بتاعنا فيه جزء كبير من الصواب لكن محناش دارسين إيه اللي بيحدث جوه التيم نفسه لما يبقى فيه انضباط داخل المعسكر ما فيش بقى بتحنات ما فيش مش عارف إيه فاللعيب بيبقى مركز تركيزه أكتر أكيد الانتاجية بتاعته بتبقى أحسن أنا شايف ده الفرقة كويسة قد تكون محتاجة تنقيح لبعض اللاعبين الزيادة بفرصة أن أنا جرب فرصة أن أنا جرب في البطولة القادمة أقدر أجرب لعيبة أكتر لأن أنا لسه قدامي سنة ونص على البطولة بتاعتي فإذا معنا كده البطولة الرئيسي اللي هو بطولة العالم فإذا معنا كده لازم أجرب أكتر من اللاعب قد تحدث طفرات مع بعض اللاعبين الأمور طبعا بتبقى مش سهلة لأن السن ده في أوروبا الحقيقة الفيشن عندهم مختلف تماما تماما اللاعب لما بيوصل للمرحلة دي بيتحط بيتيم أو بيطلع يتصعد يلعب زي ما قال المدرب اللاعب اللي بيطلع بيتصعد مع الفرق اللي فوق ما بيتزلش تاهم طب ده ممكن ده لعيب مؤثر ما أنا مش هصعد غير لعيب قوي ولو تأثير داخل الفرق طب زي ما بتنزلوش ولكن لأ أنا طلع على العيب تاني مكانه خلي ده ياخد خبرات أعلى يقوم لما تقوم أسر الفترة الزمنية بتاعه ده سيستم أتمنى إن إحنا إذا استطاعنا إن إحنا نتبعه أعتقد إنه سيكون أمر كويس بالنسبة لنا طيب كابتن عبد الله عايزة أرجع للمباراة تاني النهاردة احنا كنا داخلين الشوت التاني معانا الليد طبعا 18-17 ولكن في سيناريو حصل في المباراة لدرجة أن منتخب رومانيا كان تقدم بيعني فرق ثلاث أهداف 21-18 ساعة 21-19 فكرة اللي حصل النهاردة وفكرة كمان إن إحنا مشينا بالسيناريو ده أو الستراتيجي اللي حصلت دي هل ده من الممكن إنه هو يتكرر في مباراة المجر يعني هل ممكن برضو إن إحنا يكون لدينا الليد ونفضل ماشيين زي ما بنقول كده ند بند ولكن يحصل اللي حصل النهاردة ونرجع تاني نعمل كامباك ولا مش مفضل ده يحصل في مباراة المجر هو ورد ورد إنه يحصل برضو نفس السيناريو بس إمتى أنا عارف أرجع للمبارا وعرف وعرف إزاي أقفل الدفاع بتاعي ويبقى فيه تجانس بين الناس في التغطية الدفاعية وده حصل فعلا لما زبطنا الحتة بتاعة نص الملعب قدرنا نقفل على الاقتراقات بتاعة فرية رومانيا وبدأ التسويب يحد من بره شوية لدرجة إن إحنا أما يوسف وليد نزل إدل إنه هو يصد كم كورة كانت مؤثرة جدا بسبب حتة الدفاع لإن الأول كان في الشرط الأولاني كان الهجوم المنظم بتاع فرية رومانيا كان برغم إنه هو كان قليل شوية بس كان التسويب من بره كان سهل جدا ما كانش فيه التثبيت اللي حاصل من لعبة منتخب مصر وبالتالي كان فيه اختراقات فكان السبات بتاع الدفاع ما كانش مظبوط بالنسبة للتجهير بتاع المراكز فلما قدروا إنهم هم يزبطوا مع بعض حتة التثبيت وحتة التسليم وتسلم بالنسبة للمدفعيين وقفلنا حتة قلب الملعب قدرنا إن إحنا نوقف في فرية رومانيا ونقرب من الدكتور بتاعهم وعدينا باللوزكور بتاعنا قدرنا ناعل عليهم وده حصل برضو بحطة السبات المفعالي بتاع اللعيبة في أخر ست دقائق قدرت أن أنت توصل المعلومة للعيب يقدر ينفذ ممكن ده اللي الكلام عليه المدير الفني المتخب رومانيا فقط قدروا إن هم ينفذوا التعليمات بتاع الجهاز الفني في أخر ست دقائق ويبقى الهجمات بتاع عيتنا مؤسرة مع أن يوسف وليد شلنا مثلا بتعترف كور من العناصر المهمة في منتخب رومانيا يمكن عايزين برضو نسلط الدوق على منتخبنا الوطني عندنا أكتر من عنصر مهمة وأكبر دليل طبعا ياسين محمد حصل على أفضل لعب في المباراة نتكلم برضو على يوسف وليد جول كيبر عندنا ولكن أكيد في عناصر أخرى مهمة نحن نتكلم عنها النهاردة في المباراة تحديدا وفي صفوف المنتخب الوطني بشكل عام طيب هو بالنسبة الحقيقة للعناصر أنت عندك يوسف الحارس مرمى الحقيقة ولد كويس جدا الحارسين عندك بدوعك كويسين جدا زياد حشاد هو يمكن ما كانش مؤسر وكويس إن كابتن طارق سحبه قدر يعمل الشغل بتاعه اللي هو عايزه وينزله إن طايم رح ألف له الجيل زياد الحقيقة من لعيبة المؤسرين جدا أنا عايزي أقول هو وعدلان الاتنين الحقيقة مهمين جدا للفرقة البكريت محمد صلاح ولد كويس جدا جدا عمل فرق في التأثير على الدفاع وبالتالي بدأ يفتح صغرات طبعا عندك بلال في الوينجليفت الحقيقة متميز الحقيقة بلال لعيب متميز بأمانة هو اللي حط لك الجن اللي قلب الجيم مش عشانا فكرة هو حط الجن هو بلال أصلا لعيب من اللعيبة اللي تقدري تستفيد من قدراته وملكاته أعرف اللعيب اللي بيعرف يتوقع الكرة رايحة فين ويجري قطعها ودي هتلاقيها في لعيبة مش كتيرة قوية على مستوى يعني النهاردة حتى الناس بدأت في أسليب التدريب الحديثة بتدرب على الجزئية دية إن أنا ملعبش على إن أنا أعمل كونتاكت بودي وفضل أعمل تك تك كده كتير ده استهلاك للمجهود فبدأ اللعبة على قطع مصارات الكرة قطع مصارات الكرة دي حاجز توقع مش هتلاقي كل لعيبة كتيرة قوي بلال من اللعبة المتميزة في جزئية دية متميزة بحقه حقيقي ويمكن كان برضو من الأسباب المشاكل اللي هي كتت موجودة في الشرط الأولاني في الدفاع ما بين تلتين مش عادرين يقطعوا الكرة الوصلة للعب الدايرة فالعب الدايرة بدأ يتحرك وبدأ يقض مسحات فأربكهم لما رجعت زبطت العملية أفعلوا عليه تاني فإذا المعنى كده أنت بتكلمي في الشق الدفاعي ولا في الشق الهجومي لو في الشق الهجومي احنا بنتكلم احنا كدوال عربية بنهلل دايما اللي بيجيب جون لكن صناعة الجون أو صناعة الهدف هي اللي أهم طب واللي أهم عندنا في لعبتنا من هندبول الدفاع اللي لعب الدفاعي برضو بالحديث عن بلال يمكن الكلام عنه كان مهم جدا ده اللي خليه الحقيقة يحصل على أفضل جناح فيه أفضل جناح أيصر فيه بطولة العالم فيه منتخب مصر طبعا هو لعب متميز بأمانة بأمانة يعني يعني بلال من اللعيبة وبلال على فكرة كان أصله أساسا باكليفت كان باكليفت في الأول كان باكليفت بلعب شوية في سنترهاب يمكن لعبه في أكتر من مركز ده يثبت في بوزيشن لما ثبت لما ثبت في البوزيشن تاعة الوينجليفت بدأ يطلع بدأ تأثيره وبقى ملكاته تعلق فده عشان كده دايما بنقول في اللعبين الصغار دائما لعب اللعيب في أكتر من مركز ما تحطوش في مركز واحد وهو لسه عمره سبع تمان سنين ولا عشر سنين ده غلط تماما انتي بتحدي من قدراته خلي يلعب هنا ويلعب هنا ويلعب هنا ما اسمعش كلام بابا وماما لا انت بتلعب باكليفت يبقى لازم تفضل تلعب باكليفت لو رحت باكرايت ولا رحت هاف تبقى مشكلة وقضية لا الكلام ده غلط لازم يلعب هنا ويلعب هنا ان دي كم خبرات متراكمة بيعرف ازاي يعمل كم يعني حد دي مثال بسيط قوي لو البني آدم اللي بيلعب باكليفت معرفش يوصل الكرة للوينجليفت يبقى ايه القيمة عمره ما هيحسها إلا ما يطلع الوينجليفت ده يطلع حيلعب باكليفت حيقوم مشاغل لانه لانا كنت هنا ما بيجليش كرة فانا لازم اوصل الكرة هنا فهي منظومة انا باقي حاول بابسط الامر عشان الناس تقدر تستوعب الموضوع فلازم يتمرع على اكتر من مكان واكتر من موقف وده اللي مر بيه بلال عشان كده النهاردة هو متمايز اكيد طبعا عشان كده هو متمايز اكيد طبعا دكتور فوزي فضالي باشكر حتك جدا طبعا وصلنا لانهاية الاستوديو النهاردة ناج من جوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ساعت طبعا بلقاء حضرتك النهاردة والحمد لله كان وشينا حلو على المنتخب الوطني وقدرنا ان احنا نفوز فيه أولى مباريات هذه البطولة كابتن محمد عبدالله ناج من جوم منتخب مصر والنازي الاهلي السابق ايضا ساعت جدا بلقاء حضرتك النهاردة والحقيقة يعني كان لقاء ممتع وايضا عدد كبير من النقاط الهمة اللي نقشناها في صفوف فريق منتخبنا الوطني للشباب وزي ما قلنا كده مصر قدرت يكون لها ضربة البداية في بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد وان شاء الله تكمل على خير في مباراة بعد الغد أمام منتخب المجر ساعت جدا بلقاءكم ولكن قبل منهي هذه الحلقة وقبل منهي هذا الستوديو مهم جدا ان احنا ننوه لحضراتكم ان بكرة ان شاء الله في مباراة ايضا في هذه البطولة بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد ما بين منتخباي المجر ورومانيا وكان منفترض ان هي تلعب فيه تمام الساعة السادسة مساء ولكن يعني الحقيقة تم تغيير الموعد لتصبح المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وينطلق للستوديو التحليلي الخاص بشاشة قناة نادي الأهلي في تمام الساعة السبعة والنصف وبعد غد ايضا نلتقي بكم ان شاء الله ومباراة منتخب مصر ومنتخب المجر وان شاء الله زي ما كان النهاردة بداية هامسك يكون ختم هامسك لهذه البطولة الهمة جدا من الشركة الوطنية شركة استداد شكرا لحضرتكم